بسم الله الرحمن الرحيم حالات شائع يقع فيها الخصوم تؤدي إلى بطلان الأحكام وانعدل كثير أوب نتفاجئ أن بعض الناس ستحصل على أحكام قضية ويفاجئ أنه بعد حصوله على هذا الحكم أنه يتعرض إلى انعدام أو البطلان سواء من خلال الطعن عليه من قبل الخصم له بالطعن بالسنافة والنهضة وغير ذلك من طريق الطعن المقرر في قنورة فعط أو عن طريق إقامة الخصم له بدع بطلان أصلية للحكم الذي تحصل عليه إيه هي الحالات الشائعة التي تؤدي إلى بطلان الأحكام وانعدل الأول بطلان الأحكام وانعدمها تعتبر من الأمور المتعلقة بالنظام العام إذا تباني القادم في عدم وبطلان للحكم ممكن أنه يتعرض له من تلقاء نفسه حتى لو لم يتمسك به الخصوم إيه هي الحالات أن أتعرض لها بالتفصيل الحالة الأولى حالة إذا كان المدعق قد أقام دعوة ضد شخص متوفي بمعنى أن نجد بعض الناس يقيم دعواته أين كان موضوع الدعوة دعوة مدنية دعوة مساكن دعوة حول شخصيا كانت تلك الدعوة ويختصم خصمه في تلك الدعوة يتبين حال تداول الدعوة إن هذا الخصم كان متوفي ولكن متوفي قبل قيد الدعوة ألم كتاب نوفي ونحط تحت أخط يتعين إنه إذا ثبت إن الخصم أو المدعق عليه توفى أبد قيد الدعوة بيوم واحد لذلك في الحالة ديك يؤدي لانعدام الخصوم إيه الحكمة أو الفكرة في ذلك؟ إن الخصومة بالحيص الأصل لا تنعقد إلا بين أحياء فإذا كان أحدهما متوفي فلا خصومة عقدت فبالتالي إذا كان هناك خصومة فبالتالي الحكم يكون منعدم لوفاة أحد الخصوم طيب هل ممكن حتى المدعق نفسه ممكن يكون متوفي قبل قيد الدعوة كما لو أن أنت النهاردة في مكتبك وجاء لك موكل وقال لك الفعل القضية فأعملت الإجراءات الشكلية المسبقة عليها وكان معد رفع الدعوة بعدها في شهر حسب الإجراء بتاعك أو حسب موضوع الدعوة وروحت رفعت الدعوة ولم يتبين لك أن كان موكلك متوفي قبلها بيوم في هذه الحالة منفعش تصحح شكل الدعوة لأن في الحالة دي الخصومة لم تنعقد من حس الأصل فبالتالي بتؤدي إلى انعدام في حالة انعدام الحكم سبب وفاة المدعق عليه نفرق بينهم الحالة إذا كان الدعوة في مرحلة أول درجة وإذا كانت الدعوة في مرحلة ثاني درجة بمعنى إن إحنا في أول درجة لو كان المدعق عليه متوفي فأ 배deb عدم خصومة خلص وفي مرحلة الإستناف هي كيف تدفع بين عدم الحكم أول درجة لأنعدام الحصومة بوافاة المتعلق لكن ممكن تكون الخصومة بالفعل قائمة وكان المدعق عليه والمدعق على قدر الحياة وصدر حكم بالفعل في الدعوة حال وجود الترفياء الخصومة على قدر الحياة لكن في مرحلة الطعن بالإستهناف في المعيدة المقررة لها حتى لو كان فين فتح موعيدين الموعيد بسبب منص عليه القانون لو كان الحكم الغابي انه خلال الفترة توفى المحكوم له فجانوا المدعى عليه طاعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف على هذا الحكم اول عكس برضو المدعى خسر دعوة فاقام استئنافه امام محكمة الاستئناف فكان المستئنف ضده متوفي قبل قيز صحيفة الاستئناف انا مكتاب محكمة الاستئناف يبقى هنا الحكم من عادي في مرحلة الاستئناف ولكنها كان صحيحة في مرحلة اول درجة فبالتالي يعني عادل من حكم في الاستئناف يسمح حكم اول درجة نهائي فتخلي بالك اول تتتبع هذا الامر ان انعدام الحكم بسبب وفاة الخصم قبل قيد الدعوة قلم الكتاب سواب مرحلتها في اول درجة اتاني درجة ان الاجراء ده لا يجوز تصحيحه بالمر يعني ينفعش تيقى قدام المحكمة توليس انا بطلب تصحيح شكل الدعوة او بطلب تصحيح شكل الاستئناف باختصام وراسة الخصم المتوفي الكلام ده مينفعش لعني هنا الخصومة مرتبطة بأز الشخص مجرد وفاته مفيش خصومة نعقدت عشان يتم تصحيحها فالتصحيح لا يرد على شيء غير موجود طيب فيه حاجة ثانا نتكلم فيها ماذا لو كان الخصوم متعددين يعني يسين رفع ضياء على الف وبه وجيم وتوابين ان الف موجود متوفي قبل قد الدعوة لكن بيه وجيم كانوا عايشين هل الينا نبقى فينا عدم خصومة ام منعدم خصوم يكون قاصر على الف فقط في الحالة يكم ب spoiler ولكن فال integrating problem وإذا كان الموضوع الدعاء غير قابل للتجزاء يعني ينفعش الجزء فهذه الحالة بيكون الخصومة المنعدمة اما إذا كان الموضوع قابل للتجزاء فيكون بهذا الشخص فقط لكن القادم العام Deal ويكون الموضوع في تلك الدعاء ويكون غير قابل للتجزاء بطبيعته طيب الحالة التانية الحالة الثانية حالة عدم إعلان الخصن أو المدعلي بصحيفة افتتاح الدعوة إعلان صحيح قانون يعني بعض الأحيان يجد المدعي يرفع الدعوة ويرفع صحيفة الدعوة ويتفاجئ أن يعلن المدعلي إعلان غير حقيقي بالمرة الحالة الأولى ممكن أن يكون أساساً لم يتم إعلان صحيفة الدعوة وتم تقديم الصحيفة بدون إعلان ولم يلحظ المدعي أو المدعي أو المحكمة هذا الأمر وهو استيرت في الدعوة أجلت لعدة الإعلان رغم أن الصحيفة مجرموا معلانة وهذا نقدر الحدوث قوي أن يحصل نايدة جداً لما نجد حالة مثل هذه لكن الحالة الشيعة بعد كده إذا كان هناك غش في الإعلان لأنني أعلن صحيفة الدعوة بطريق الغش أحد رفع دعوة على سين ولم يريد أن يعرفه القضية فإعلانه بطريق الغش طريق الغش ده متعدد يعني ممكن أن يعلنه على موطنه على موطن قديم ليه أسف على موطن قديم أو غير موطنه أو يعلنه يخلى أحد تابعيه مش تابع المدعي عليه أحد تابعيه هو أو أي شخص يدعي أن هو تابع له ويستلم عنه على سبيل المثال فهي حق المدعي في الحالة دي بيطعن أن هو مؤلش بالصحيفة وأن فيه إلى آخر الإجراءات المقررة في هذا الأمر فإذا ثبت أن هناك غش في الإعلان بصحيف الدعوة فبالتالي الصحيفة مؤلنتش فبالتالي الخصومة ما نعقدتش طيب أحياناً يبقى فيه خطأ في الإعلان نفسه بمعنى النهاردة يأتي الشخص المدعي وليكن شركة أو شخص اعتبار المفروض أنه بيعلن على المركز الرئيس فقام المدعي بإعلانه على فرع من فروع الشركة وكان الموضوع لا يخص هذا الفرع كان يخص المركز الرئيس فهذه الحالة ما نعقدتش الخصومة لعدم تمام الإعلان لأن يأتي محمد الشركة يطعن على الإعلان الصحيفة هذه الحالة الثانية التي تؤدي إلى بطلان الحكم وانعدامه بطلان تمثيل الخصوم واختصامهم في الدعوة بشكل خاطئ بمعنى بعض الناس يقيم دعوة مدعي يقيم دعوة على مدعي ولكن يقيمها بطريق خاطئ بمعنى أنه يأتي على سبيل المثال أن يتفاجئ المدعي رفع دعوة سين على صاد يطلبه مبلغ مالي أو يطلبه بتسليم عين أو إلى أخر ويكون المدعي في هذه الحالة، وفي هذا التوقيت كان قيد الحرية وكان قيد الحرية بأد عقوبة جانائية في جريمة توصيف القانون جانائية المدة 24 قانون العقوبات مبقاول تقول من قيد الحرية في حعل توصيف القانون الجانائية بتفقدih الأهلية القانونية المين ل BREيا فبالتالي ما ينفعش ترفع انت القضية على المدة عليه اذا كان محكوم عليه بعقوبة جناية ولكن يتعين عليك في هذه الحالة ان تختصم القيم عليه المحكمة بتعين له قيم بناء على طلب النيابة وطلب على احد زاوية الى اخر فبالتالي اذا انت رفعت القضية على المحكوم عليه بجناية وهو بيؤدي العقوبة في بادة التوقيت وكان اقيدها الحرية يبقى انت مختصمت الشخص حقيقي لان كان يتعين لك اختصام القيم عليه ففي هذه الحالة بيبقى بطلان للتمثيل ففيه بطلان في الخصوم طيب السبيل التاني او المثل التاني في الحالة دي لو كان المعدة عليه كان قاصر دون السن القانون دين 21 سنة وتم اختصامه على انه بالغ الاهلية فبالتالي انت اختصمت شخص غير كامل الاهلية وغير مؤهل قضايا انه يقيم ان هو يباشر الدعوة بنفس اللي بود ان يباشر الدعوة وليه الطبيعي او الوصل عليه حسب الحال في هذه الحالة بقى بطلان في انعقاد الخصومة كذلك في الحاجات الشيئية عمل ان يخفل عن بعض الناس في دعاوة لحوال الشخصية اداء امام محكمة الاصر تجد ان الدعوة تقن من الام او الحاضنة او حسب الحالة على بطلب نفأ او بطلب اجور او اخلاق ويتبين ان الصدير اللي هو المطلوب للاجر او مطلوب منه النفأ كان بلغ السن القانون والسن المخصم القضايا في قوانين حوال الشخصية لخمساشر سنة يبقى معدى خمساشر سنة او رفع الدعوة شخص اخر او بالعكس كانت مرفوعة على الامة او الحاضنة وكان الطفل في هذه الحالة عنده خمساشر سنة فكان يتعين اختصامه لانه بلغ سن المخصمة القضايا في قوانين حوال الشخصية هذه موظم الحالات اللي هي شئعة في العمل يتعين عليك ان انت تتبع حالة الخصم بتاعك قبل ما ترفع الدعوة وحال تداول الدعوة عشان انه حصل اي حاجة تقدر تصحح دعوة محكمة الناط هي اللي قالت ان هو على الخصم او المدعي يتتبع حالة خصمه يشوف هو حالته اذا كان متوافي اذا كان فقد اهليته او الاهليه نقص الى اخيره لان في بعض انا سقول لك طبعونا ازان بني كنت تعرف مين او معرفش مين هي الفكرة ان انت تتبع هذه الحالة عشان ما تتعرضش لان انت المدعي انت لليك مصلحة ان يتحكم لك بحكم عين وان انت في الاخرى احتاخد حكمها هتنفذها هتنفذها على شخص متوافي ازاي فبالتال انت صاحب المصلحة ان انت تدور عليه اشتركوا في القناة